موسيقى مساء الخير مشاهدينا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من هي الشو من صوت بيروت انترناشنال وصفحة بيروت سيدي على الفيسبوك صار له لبنان تقريبا شي شهر عم بيعيش على فائد من الحرية والسيادة والاستقلال كتير حرية سيادة استقلال بلبنان لبنان هيدا البلد وهيدا الكيان لمن وقت ما تأسس قايم على امتيازات واستقلالات عم تعطينا إياها قوى خارجية من وقت ما فخر الدين راح لإيطاليا لطلب المساعد والضل الأسماني لأول شكل من أشكال الحكم الذاتي أي متصرفية جبل لبنان لكان اتفاق بين العثمانيين والفرنسيين مرورا بلبنان الكبير 1920 المعلن من الفرنسيين واستقلالنا 1943 لأخذناه بتغاضي من الإنجليز لأول محاولة لبناء الدولة بالعهد الشهابة اللي كانت باتفاق مع المد الناصري من ثم تشريع العمل الفدائي الفلسطيني أو بداية الحرب اللي كان باتفاق القاهرة من ثم انهاء الحرب الطائف السعودية ومن ثم توقيف المني اقتتال الداخل اللي اسمه اتفاق الدوحة بقطر خروج الجيش السوري بالألفان وخمسة بتوافق دوله وبوقت اختلفنا هالخرج الجيش السوري بسبب ضلوعه باختيال الحريري أم بسبب قانون محاسبة سوريا لتقدم أمام الكونجرس لأمريكي بدعم فرنسا يسلمني على الحرية ومسيلي على السيادة ويا هلب الاستقلال بس كل هيدا الارتهان للخارج والانصياع لرغبات الغريب بيان ما شي وولا شي قدام اللي صار بآخر شهر بلبنان نبدأ أول شي بمفاوضات ترسيم الحدود بيننا وبين الكيان الصهيونة اللي صار أسبوع الماضي اجتمع الثلاثة الشهير حسب جريدة الأخبار وقاء جلسة النقورة أمس أكدت أن البلف بأكمله يجري استثماره في الحسابات السياسية وأن الأجواء الحقيقية المحيطة به هي على العكس التوجيهات التي يسمعها الوفد المفاوض فالوفد العسكري التقني المفاوض الذي التقى الرئيس ميشيل عون قبل يوم واحد من الجلسة وسمع منه بأن الموقف الرسمي للبنان هو استكمال التفاوض من حيث انتهى أي طرح الخط 29 ذهب إلى الجلسة على هذا الأساس حيث أعاد طرح الخط 29 وفقا للخرائط والإحداثيات الجديدة لكن المفاجأة كانت في أن الوسيط الأمريكي أكد أن العودة إلى طاولة المفاوضات أتت بناء على شرطين أساسيين اتفق عليهم مع رئيس الجمهورية ميشيل عون وهما أن التفاوض سيكون محصورا بين الخطين واحد و 23 مش 29 أي المنطقة المتنازع عليها الوسيط نفسه رفض دفاع الوفد اللبناني عن الخط 29 المرتكز على إحداثيات وخرائد على اعتبار أن لا أرضية قانونية له وأن الخط الوحيد المعترف به دوليا هو الخط 23 المحدد بمرسوم جراء إداعه لدى الأمم المتحدة مستغربا عودة الحديث عن الخط 29 خصوصا أن لبنان بشخص رئيسه لم يوقع مرسوم التعديل هيدا حرفيا من جريدة الأخبار حرية سيادة استقلال رئيس الجمهورية بالمختصر قالوا للجيش أنه يتفاوض على الخط 29 بينما بنفس الوقت اتفق مع دابيد هيل على حصر التفاوض بين الواحد و 23 ولهلأ فعلا موقع مرسوم تعديل الحدود البحرية وحط الجيش في مواقف بيخة فرط الاجتماع ايه نعم التلاتة الماضي اللي صار بمختصر مفيد هو تخلى عن ثروات لبنان البحرية من أجل بعض الأهداف السياسية وحرية سيادة استقلال حرية سيادة استقلال هذا كان التلاتة الماضي بملف ترسيم الحدود بملف تشكيل الحكومة مش سر انه المسؤولين اللبنانيين هن تالت المهتمين بهيدا الملف من بعد فرنسا وروسية صوروا بلد سياسيين فيه بكونوا معنيين بالتشكيل حكومة بلدهم أقل من بلدان غريبان على الأقل إذا ما حسبنا أمريكا وإيران والسعودية بهيدا الملف بالشهر الماضي كان حافل بالتدخلات الحبية أكيد اللي بتنم عن حرص على مصطحة لبنان بدون أي نواية مس بالسيادة أكيد خاصة بوجود جبل بعبدة ونمر بات الوسط ونبي عين التاني الروس هيك بعت ورا الأطراف اللبنانيين واحد ورا التاني وهو هيك بعت وراهم بس للنقاش الغني وما بدوا يتدخل هن هو ما بدوا يتدخل هو للأمانة هن بيدعوه للتدخل وطبعا ندرك تماما أن الروسية لا تتدخل في شؤون الدول التاخلية ولكننا شجعناها على القيام بدور تحقيزي للأفريقاء للإسراء بتشكيل الحكومة لبناني حتاشي لحقومة هناك تقسير في إنجازنا هذا الأمر طلبنا من الوزيرة الخارجية أن يلعب الدور اللازم لحث دورة الرئيس الحكومة المكلف على أنها بدفنا التشكيل روسيا ما بدت تدخل هو شجعت تدخل مع الرئيس المكلف لحظه على التشكيل ولا تحفيز شفتوا كيف بتغلفوا الويصاية بكلمات ما بتقود تبين ويصاية تحفيز تشجيع الإشار وحرية سيادة استقلال حرية سيادة استقلال شفتوا؟ شفتوا كيف السياسيين اللبنانيين هن هن بيستجروا التدخل من الغرباء شي بروس وشي بلاروس إضافة للروسية مش سر أنه فرنسا صار لها من وقت انفجار البور مهتمة جدا بالشأن اللبناني وعم تضغط وتدخل وتفوت بأدق التفاصيل والحيسيات اللبنانية لتدفع نحو تشكيل حكومة في لبنان ومن بعد ما وسطت مبادرتها لحيط مسدود بدأت بسياسة العقوبات نعم بدأت تفرض عقوبات على أساس المسؤولين اللبنانيين عندهم أي إحساس أو أي ضمير ممكن يقنبهم على ترك لبنان عبدالدحرج نحو جهنم يجب أن يفهم المسؤولون عن عرقلة تأريف الحكومة أننا لن نكون مكتوفي الأيدي لقد بدأنا مع شركائنا الأوروبيين العملاء على الخطوات التنفيذية للضغط عليهم وبدأنا في فرنسا إجراءة لمنع شخصيات لبنانية دخول الأراضي الفرنسية نعتبرها معرقلة للعمليات السياسية وضائعة في الفساد ميسيو لودريا أنت فهمين العقوبات غلط أنت هيك عم بتعيب نقلنا مش عم بتعيب نقلن بس تمنعن يسافروا يظلوا بخلقتنا بتكون عم بتقاصصنا لقلنا أنت إذا بدك تعمل منيح بتخدهم من هون نحنا شو منستفيد إذا هن يبطل فيهم ويروحوا على ديزني لاند والشانزليزاي أنا شو كيف بستفيد يعني طب أنا عندي طرح لقلك عقبهم خد نقلنا بيبطل في حدا يسرقوه وعقد ما في حرية وسيادي واستقلال للصراحة ما حدا من الأطراف السياسيين فرقاني معه شو مضمون زيارة لودريا أو قداب تشكل تدخل سافر بالشؤون الداخلية اللبنانية بالعكس تماما صاروا مناصري الأحزاب يججلوا على بعضهم مين رح يجتمع بزعيمه ومش زعيم التاني وبين بيه أقوى من بي التاني لقاءات جون إيف لودريان رح تشمل بس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بره في استياء بالأوساط السياسية إنه منا شامل الحريرة كونه رئيس مكلف الرئيس عون هو رئيس المهورية صحيح فقط لغير منه يعني يعني لي بدون يحسبوه طرف رئيس حكومة مكلف ولا مشكل حكومة بس شكل حكومة بصير جزاما أنه يكون في لقاءات رسمية بس هي طبعا إلى دلالتها نانا لودريان رح يزور عون وما رح يزور ساعد وزعينكن حكومة مش مهم عقوبات مش مهم أهم شيء أهم شيء إنه ربحنا الدق بعدين حسسكن أنتوا بعد مش مصدقين لليوم إنه عون عامل رئيس المهورية وزير خارجية بيزور رئيس المهورية بس عادة في زور غيره كمان يعني فرحانين أوي أنتوا معاشكن بكرة رح يبطل كفيكن توصلوا على الأو تي في يعني رح تصيروا تشتغلوا لا تروحوا على الأو تي في البهجة بوصول عون للرئاسة نتبهوا نتبهوا بس خليقلكم شغل نتبهوا بتاني مال مش إنه ساعد كان عم بقول إنه شوف وإذا يعني زار جنرال وما زارني يعني عابة وعادي ما كان أخذها عادي بالحقس كان حردان كان حردان كتير أكتر من أسعد صراحة لدرجة عامل المستحيل لا يشوف لودريان عامل المستحيل كسر البروتوكول بزيد كسر البروتوكول وراح هو كرئيس حكومة مكلف لعند وزير خارجي بمقره بأسر الصنوبر وخلى كرامته وكرامة مركزه أرخص بالكتير من الصنوبر نفسه لدرجة اختار أي طبى من الحريري الحضور إلى قصر الصنوبر بدلا من أن يزوره في بيت الوسط كما على غرار ما فعله مع رئاسة الأولى والثانية هذا من حيث بالشكل أما من حيث المضمون لم ترشح أي معلومة عن هذا اللقاء هلأ المهم العقوبات الفرنسية أصبحت واقعة ورح تطال كل واحد مسؤول عن عدم تشكيل الحكومة كل واحد مسؤول عن عدم تشكيل الحكومة كل واحد مسؤول عن عدم تشكيل مين يعني مين يعني مبدئيا مبدئيا يعني بعض الأحزاب اللبنانية وأكيد هني بيعرفوا حالهم ولا مش أكيد حكما منا معرقلين حكما ما عنا هاجس العقوبات ولا بأي اتجاه بموضوع الفساد وتخديدا بموضوع الفساد أنت بتضمن أنه كل الكتلة ما في حدا فاسد؟ بالتأكيد شوفوا فلوين أنه قبل ما يجوا يحكونا بالعفة فريقك السياسي مش من المعرقلين اليوم؟ معرف أنه هيدا فيه سجيل بالبلد كل فريق بالتهم الثاني حطيين يعني تشيك ليستوا على أساسها بيبين هذا عمل هيك والهدا ما عمل هيك إذا كان فيه فاسدين فلطة طالا من العقوبة شل مشكاة وبموضوع العرقلة أنتوا اللي عم بتعرقلوا تشكيل الحكومة والحياة السياسية بموضوع تشكيل الحكومة أولا كنا من المسهلين أما في الموضوع الآخر أذكر أن الحزب التقدمي الشراكي حزب إصلاحي حزب الله له دور مسهل وليس معرقل ما حدا خصه ولا حزب بلبنان معترف بمسؤوليته عن العرقلة كله صراحة من الأحزاب اللي موجودة اليوم بالطبق السياسي كله المتوعين لعقوبات الطالق و سامة سعد و كاروس إده لك أياتها الوصاية الفرنسية العائدة من جديد هول هول تمسيح هول تمسيح هول ما بيفيد معهم عقوبات هول ماكسيمو بيفيد معهم شمسيات لأنه إذا بزقتوا عليهم رح يقولوا الدنيا عم بتشتي لك كلها البهدل والارتهان للوصل الغربي اللي مرأ معنا بالحلقة لحد هلأ منو شي لحد هلأ كل شي شفتوا ارتهان و كل شي شفتوا عدم استقلال منو شي منو شي قدام رد تفعل بعض الأحزاب على الأخبار الواردة من الإقليم الأسبوع الماضي عن زيارة لوفد سعودة عالي المستوى لدمشق و كلام عن استعادة توافق السينسين و عودة الوصاية على السياسة الداخلية اللبنانية يعني شو بدي أقل لك شو بدي أقل لكم بارتي و مشي كلهم بسط احتفالات مفرقعات نارية تزريك لبعض البعض توعد بالانتقام يعني بعض نائس بس يحملوا صور رستهم غزالي و غزي كنعان مع عبارة اشتقنالك يا كبير هلأ هيدا الشي ما انو كتير مستغرب من أحزاب تاريخيا كانت حليفة لسوريا و كانت فاعلة ايام الوصاية بس تجي هيدا ردة الفعل من التيار الوطني الحر ردة فعل فرح بعودة وصاية سينسين على لبنان تجي من التيار الوطني الحر تيار رفع شعار الحرية والسيادة والاستقلال و ناضط ضد الوصاية 15 سنة و على اخر شي حط لوحة جلاء بعد خروج الجيش السوري يخي لا تحطوا لوحة جلاء وتبالغوا بادعاء السيادة ولا تهللوا لعودة السينسين عندك اول شي نواب التيار نواب التيار علية هرموناتهم وتحمصوا كتير للاخبار الواردة من الاقليم و بدأوا بتواعدهم و بدأوا بتواعد اخصامهم مستعملين لغة الارانب الصنعة طالة بقول خلصت ايام الارانب والحسم صار قريب وقريب جدا و يبدو انه السينسين علت هرمونات سليم عون كتير لدرجة فكر انه بعد صيام شهر رمضان بيجي شهر الاطحى بقول سليم عون لن يمر عيد الاطحى المبارك هذه السنة من دون اضاحى سياسية الله كبير وما بصح الا الصحيح بس كيرمالي استعمل تشبيه الاضاحى السياسية مع سعد الحريري سليم عون خربت خريطة الاعياد عند المسلمين رأسا على عقب و حتى عيد الاطحى دغري من بعد شهر رمضان الببارك هلا ما فيكن تلموه لانه هو صراحة لواب التيار اختصاصية حقوق مسيحيين يعني ما بيتعطوا مسلمين بس كله كوم كله كوم كله كوم والمحلل السياسي القريب من التيار الوطن الحر او الاقرب الى المخلل السياسي عماد رزق عماد رزق ضيف الوتي في جمعة الماضي تحمس كتير تحمس كتير وبلش ينهي عن ابو جنب اول شي بلش محليا قال الحريري خلصه قال الحريري خلصه نشوي قلت بهاق وسعد ما كنت بشتبكوا ببعض يعني ما ازل كيف خلصه يلي اغتال رفيق الحريري في ذلك الوقت خلص المشروع اللي اجا كرماله رفيق الحريري رفيق الحريري اجا لسلام للسلام مع العدول اسرائيلي هيدا ما زبط بعد ناقص تقول انه اغتيال الحريري كان عمل مشرف في مصلحة لبنان العليا فاذا اول شي ارمونات عماد رزق المتهبرجي من اخبار عودة السينسين انهيت الحريري السياسية عن بكرة ابيها حتى قبل اي انتخابات نيابية بالالفين واثنين وعشرين كمل عماده بالمحليات وبانهاء المعادلات فانها بس ما عم بتقلي الروس عم بفاوضوا حزب الله شو دخل الرئيس بري بيرون اراد مطلوب من حزب الله بل نتيجة بنحكم على القوي هو حزب الله يعني حزب الله بيقلوا للرئيس بري اعطيني ايه واحدة من الاشياء اللي بلشت تتوتر الساحة الداخلية وبعتقد انه نحن رايحين ايه ساحة داخلية داخلية ولا السونئية السونئية من ضمنها وهن لحتشوف تموضع جديد يعني طيار وطني حر حزب الله رئيس طيار وطني حر حزب الله بمكان لحتشوف وليد جنبلات نبيه بري سعد الحريري في مكان اخر خلطة السونئية يعني اعتقد نعم عماد رزق انهى السونئية الشيعية من بعد التغيرات الاقليمية نعم حزب الله سيتخلى عن حركة امل للتفرغ لعلاقته بالتيار الوطن الحر وهيك بتكون انتهت الثنئية الشيعية بفعل فائد التسوي اللي حاسس فيه عماد مايك فغالي رزق كمان عماد يضرب من جديد حزب الله لحنشوف حزب الله سياسي اقوى في الداخل لحنشوف حوار حزب الله قوات لبنانية بالمرحلة القادمة لاعادة ترتيب الساحة او اعادة ترتيب شكل لبنان في النظام القادم على علاقة حزب الله القوات على حساب مين على حساب التيار اتخوف هيك ببببها بفهم هلا خلينا بس خلينا افهم بس حزب الله بده يتخلى عن حركة امل كرمال التيار الوطن الحر وبده يرجع يتخلى بنفس المقابلة عن التيار الوطن الحر كرمال القوات شو هالتحليل استراتيزي المرتب من بعد ما أنهى بعض القوات الداخلية بلش عماد رزق استنادا للتغييرات الإقليمية بلش يعبث بالخريطة العالمية بلش يخير بالتوازنات القوى العالمية وكله بفعل شعور النشوة الناتج عن أنباء التسوية اللي بتهيج اللي ما بيتهيج تقليف الحكومة لم يسعى لا تقليف هذه الحكومة شوية قلت اللي انتهى سعد الحرير انتهى لنصاحب ولمكرون وماكرون خلص هلأ بس بوضح لك الفكرة وماكرون خلص بفرنسا كرمان لأنه خلص وتأكيدا بعت وزير خارجيته ليسلموا هالمبادرة ليتسلوا بعدين لأنه هلأ هو بده يتفرغ للانتخابات جاي عب الفراغ تصور الفرنسا جاي تشوف طبعا من اللي سرب بعتقده هذا هي ما في شيء ما في أسرار عند الفرنسيين الجاي تشوف انه بس نشيل الدعم وضع اللبنانيين كيف ستصير عنجاد في بعض ديبلوماسيين بالعالم هك تشتغل العقوبات والليستل فيها عابب يبهدلوها لفرنسا حقيقة فرنسا دولة يعني أنا واحد من الفرنكفون بهدلوا بهدلوا فرنكفوني بهدلوا اللغة بهدلوا التاريخ والثقافي عابب مش هاي فرنسا اللي بنعرفها الفرنساوية بهدلوا فرنسا لبناني عم بقول عن الفرنساوية لو بهدلوا فرنسا انتو بهدلتو حريم حريمو للبنان بس عمد رزق بين مقابلة فائد النشو يخليه يخلص فرنسا فرنسا خلصت ماكرون خلص كله خلص وقرّب على الطيب بتروح من عند عماد بتروح عند عماد كله خلص بيقلك الله جبر ما بقي شي من شي كله خالص بيما فيهم عماد اللي قرر يوجه بعض النصايح لفرنسا كيف ترجع مثل ما كانت يا ريد فرنسا بعد فرنسا اللي خبرونا جدودنا عنا كيف يعني يعني تحكي كلمة بتوقف عكلمتها تصوري رئيس فرنسا هذا الشي مش مفهوم بيطلق مبادرة أو بيطلق خليني نسميها صار في انفجار بلبنان صار في مأساة بلبنان بيحمل حاله وبيجي على لبنان أقلّة شي أعطيكي مثال مش بيلتقى هون ناس على الطرقات معلاش لبنان في عنده دولة في رئيس جمهورية في مجلس نواب في رئيس وزراء ما خاص إذا استقال أو ما استقال ما العلاقة مزبوط معقول فرنسا بتزور الناس بتزور الناس دخاية الانفجار لا لا لازم تزور الرؤساء المجرمين المسؤولين عن الانفجار يعني بشو ما قولت زوره هولي الجلمي الشرشيحل بالشارع ياريت فرنسا بترجع متل ما بدوا إياها عماد نكرة رزق ولو معقول ومن بعد تغيير توازن القوى العالمي رجي عماد رزق إلى الداخل اللبناني بالمقابلة وبلش يعيّر رؤساء للمرحلة الجديدة بحماس منقطع النظير بدءا من رئاسة مجلس الوزراء لصبب الحريرة لظلموا بدوا نياخدوا حقهم هلأ بالمرحلة القادمة لظلموا؟ نعم شو بيمنع إذا كان معلاش الذي ظلمه رئيس الحرس الجمهوري اللواء مصطفى حمدان بيكون رئيس حكومة ما بيمثل طائفة سنية الكريمة مصطفى حمدان فرد بره تغري مصطفى حمدان طب بلش معبد الرحيم امراد بلش بفايصة الكرامة تغري أبو سطيف ورئاسة مجلس الوزراء كجيزة طردية بس ما وقف هون كمل عماد يوسف إليه الرزق تعيناته لتكتمل صورة الدولة الجديدة واستبدل نبيه لولا لها بكل عين وقها ذكرتلك اسم اللواء مصطفى حمدان هذا شخص ظلم بيحقله كمان يكون بالسلطة ليش لش ما ننشيره عجنب أنا أصدق بإيطار المحكمة طبعا شوهت صورته حقه عزيب واللي ظلم معه مين اللواء جميل السيد شو هلأ بدلي رئيس مجلس نوار هي لش ما بيكون رئيس مجلس نوار ليش ما بيمثل عم بتركب عم بيركب شو عم بيركب دولة بإمه وبية شو أنت مستقلة فيه لعي مدرزق عم بيركب دولة من رأسها لك عم بيركب دولة من رأسها لك لا يا لا يا ناتالي عم تزعليني مني فس فعلا عندي بديها بدي مننا هيدا بدي حب مننا هيدا التسوية الإقليمية لأنه حاسسنا جاية عفياجرة بس عدوز قوة بعض وتخلطو يدق بنبيه بري مباشرة طب سؤال بس ليش يا عمد رموع عزار ساعتا ما بيجي رئيس جمهورية كمان مظلوم وكمان بيستاهل بس لا 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 عمد مش إنه ما سمر رموع عزار رئيس جمهورية لأنه ما بيستاهل لأنه شو هو هيدا المركز الماروني بالدولة شو قيمته شو قيمت المركز الماروني إذا الشعور فياجرا الصفقة الإقليمية اللي حلت على الإقليم بيعطيك لبنان كله شو بدك فيها لرئيس الجمهورية ما في إلا المسيح الناطر بس يفتحوا السفرات ليفل لا صعبة بقيين هون من ألفين سنة نحن هون لحيفلوا كله منه نحن بقيين لبنان الكبير أنشئ للموارنة مش للمسيحيين للموارنة حتى مش للروم أوكي أكيد مش للإسلام بس للروم بس للموارنة حصرا هماد رزق عبر قناة الأوتي في بيقول أنه لبنان أنشئ كلمال الموارنة أكيد مدعوماً بتسوية إقليمية إلى أول ما لآخر وعودة الزينسين إلى حكم لبنان وبعدها بدقيقتان بنفسية المنتصر اللي بدوا يحافظ على كل مكونات الوطن إماد رزق بيقول نحن أخوة لا سنة ولا شيعة ولا مسيحيين نحن لبنانيين أخوة مع بعض ما بقى حدا يخبرنا قصص ويزرع لحتى يستفيد هذه خلصت من المقاضي ما حدا يفكر أنه زلمت الحرير زلمت السعودية لا السعوديين فهمهم بعد اغتيار رفيق الحرير لكن أي أيام أنه رهانهم على شخص أنه ما في عندهم جوكر في عندهم علاقة مع لبنان كلنا مسيحي وإسلام أخوة خلص بقى شوائدة خلص بقى حكاة طائفية خلال نحكي مذهبية لبنان مش للمسيحيين للموارنة بس حصراً بس هو فعلاً لنقول بس عماد رزق يعني بنتمي لجماعة فعلاً مرتاحين مع نفسهم يعني هني اكتشفوا وسطاً أنه كلنا أخوة مش من زمان فعلاً هني اكتشفوا اللبنانيين كلنا أخوة مش من زمان حتى اكتشفوا أنه عنا نفس العادات كمسيحيين ومسلمين لبنانيين لقى أكتر من هيك وخصصوا حلقة كاملة لأنه انتفاجأوا أنه المسيحيين مسيحيين والمسلمين بكتير اللي بيشبهوا بعضهم كلبنانيين يعني نحنا بلبنان بحكم مساء واحد يمكن بيشغله أو بحكم الدراسة بالجامعة أو بحكم الأمور اليومية ممكن كتير أنت تلتقي بأشخاص منهم من ذات الدين نحنا كتير بنشبه بعضنا بالاحتفالات بالعييد عييد الفصح نحنا أو حتى عييد الميلاد منروح منزور المقابر فطلع عندهم هنا في زيارة المقابر كمان العيد الفطر هي بتبلش الصبح بزيارة بيت الجد اللي هنا القبار بالعمر عندنا كمان أنه عييد الفصح أو حتى على عييد الميلاد نحنا منروح كمان على الجامعة العائلة اللي بتكون بالبيت اللي كمان تاتا والجد مثلا نحنا عييد الفصح شو منضيف معمول هني كمان بضيفه معمول يعني حتى بأيامنا العادية بحياتنا الطبيعية اللي منعيش ونحنا بنعرف أنه نحنا بلد مختلط ونحنا نفاخر بها التعددية صحيح فعلا بتلاقي كتير فيه إشياء بين بعضنا حتى بحياتنا العادية مش بس بأعياد بالأعياد صحيح يعني طبخنا روحاتنا مجياتنا بالنتيجة نحن نبنانية بالنتيجة كنت نعيشين كي تبنانية نحنا نبنانية نحنا نحنا عييد الفصح الفي البيت اللي هو منو متوجد عندن نحنا منلون البيت ومنتفقس بالبيت نحنا وهني أنا شو هيدا اللي عم بحضره في نحنا وفي هني ليش الأوتيفي طرح حالك تليفزيون ومسيحي مين نحنا ومين هني بعدين بعدين طلع بس الفرق انه ان احنا عنا بيضات المسيحية واني ما عندهم بيضات تاك انت تاك 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 طلعوا مثلنا اوف بيزوروا قريبينهم على العيد يه 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 شو هالصدفة طلعوا عندهم ما ونتا كمان بيموتوا مثلنا وبيزوروا المقابر كمان مثلنا يكتلوا على بيكلوا معمول مثلنا يه 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 شال مفاجأة الفضيعة بيظهروا وبيض بخو يه 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 نيحة اللي حضرنا على البرنامج لنا عارف بس هني بس بس ما بيفقسوا على العيد بس بس باي ما تبقى نفس الشين احنا وياهون نفس الشيني بس بياكلوا البيض نحنا مفقسوا معدين من يكلوا يا الله يا الله لو ما عملتوا هيدا الحلقة ضعت انا عن جد لانه انا كل عمري بفكر الاسلام لونه من خضر وشكلهم مثل الالين نيحة اللي طلقوا انه نحنا مثل هني وهني مثل نحنا هلا مارك بارك حلقة تجيبت خبرونا اكتر عن الروم كتير عبالة اعرف عن الروم لانه عن جد يعني عبالة اعرف مثل المارنة ولا غير المارنة عندهم نفس التقاليد بيشبهوا بعضهم يعني شو ها هذا شو بالالفان ووحدة وعشرين على قناة التلفزيونية لبنانية انه طلعوا بيزوروا قريبينهم بالعيد لمين ما بيزور قريبهم بالعيد بقى ماركة بعيد الشكر بيزيروا قريبينهم على العيد شو يعني بيزور قريب مين ما بيزور موتاة اي طايف بالعالم ما بتزور موتاها اصلا طلعوا مثلهم مثل المسيحيين بيزوروا موتاهم البوديين بيزوروا موتاهم الهندس ايمكن برمدون ما بقى بيزوروا بس اكيد بيحطوهم اخشي مرتبان وبيزرواهم لغ شو عم نحكي شو هاي هلا بنرجع للارتهان للخارج هيدا الشي بينسحب ايضا وايضا على حل الازمة الاقتصادية او ما يعرف باخر سنتين او اخر ثلاثين سنة بتسول الدولة اللبنانية شحاضي يعني بتحبوا تساعدونا الدولة اللي هالمرة قرر يتواجه ازمة رفع الدعم بالبطاقة التموينية بقيمة 130 دولار حددوا لقيمتها قبل ما يحددوا مصدر تمويلها ليه لانه كانوا متكلين كالعادة يلاقوا مصدر للشحاضي طبع البطاقة يعني بدها شهر ونص يمكن شهر ونص بتوقع تطبيئة تطبيئة بده شهر ونص التمويل مؤمن هذا من ضمن النقاش اللي رح بيصير في مجلس النواب نحن عم نسعى لحتى نأمنه من مصادر خارجية وشفت زيارتي لشقيقة قطر كان هدفة طرح هذا الملف كفكرة لأخوة في قطر لدعم لبنان كما دعموا لبنان في السابق في محطات صعبة هل تجاوبوا معك بهذا الطرح؟ التجاوب كان جيد ولكن البط لم يحصل فعلا قداش تقريبا عرضوا أو قبلوا انه يساعدوا عم نحكي لا لا ما كان فيه بت بهذا الموضوع كان فيه تفاهم وكان فيه يعني يعني كلام واضح انه نحن بدنا نساعد لبنان ولكن في اي ملف وشو القيمة لم يبت بهذا الموضوع يعني الحمدلله اقرينا البطاقة التموينية طب لعتوا مصدر تموين يعني بس هيدا التفصيل ملاعيني بس مصدر تمويل ملاعيني هذا لحنا على قطر عبنا وشو جبت من قطر جبت بثت ما بثت بس انه تفاهم تفاهم انجاز جديد هدا فيك تضيفه على 97% انجازات سفرة وتيكة ووتيل ده ترجع لنا بتجاوب بث مصر بس فيه تفاهم يعني صار اسمعنا يعني على القاعدة ان شاء الله بظن الله ومتل ما الله بريد شو منعب البطاقة نوايا حسنة هدا شي بيفسر لك انه مش دايما الشحات بيلاقي من يعطيه وبما انه رجع حسان دياب خائب ومتمسك بجملة اكيد ومش نسيك وان شاء الله خير اضطر يفكر بمصادر جديدة للبطاقة التموينية ومتل العادي شو بتكون المصادر التمويل بلبنان مصر في لبنان هل سيساهم بهذه البطاقة لابد ان يساهم في حال لم يأتي تمويل من الخارج لا بديل شو البدائل هل انت مع استعمال الاحتياطي لمساعدة الناس بالبطاقة التمويلية نعم ام لا ليس هناك حل اخر ان كانت حكومتي او اي حكومة اخرى طبعا الحل هيدا رح يعطينا مجال سنة الاحتياطي الالزامي نزل لأقل من مليار دولار بالألفين واثنين كيف وقته بيمشي الحال انه ينزل الاحتياطي واليوم نحن بالزلزال السياسي المالي الاقتصادي والصنامي الاجتماعي ما فينا ننزل تحت الخمسة عشر مليار بليرة انا لست موافق على هذا الموضوع نحن مضطرين ننزل لانه في مجتمع لبناني مضطرين نساعده يا عفوا دوتر رئيس ما في شي اسم مصري في لبنان اوكي بس ننتفي في شي اسم مصرياتنا او ما تبقى من مصرياتنا يعني والله احترنا ما الله تبقى يعني انتوا مشكلتكم مع رياض صليمي شو انتوا مشكلتكم شو مش انه استعمل اموال المودعين واعطاهم للدولة والدولة صرفتهم على مشاريع فاشلة هلا شو عم تطلبوا منه عم تطلبوا منه يعمل نفس الشي يعطيكم كمان مصاري من اول وجهيد من مصاري المودعين على بطاقة التموينية مثل ما عملتوا بصرفة الكهرباء واللي كرميلة اليوم عم تتهموا القوات بالعرقة للا انه وقفوها مع كيف بدون يوقفوها عم تاخد من مصاري المودعين لا جيب لي ثلاث ساعات كهرباء عمرهم ما يرجع بيخدوا من المطار وحفظ لي على مصرياتي يا حبيبي يا عيني يا حسان يا مشط يا قلبي عم تدفع لي من مصرياتي لا تعود لي مصرياتي اللي نعرضو كيف هيك وكيف هيك واذا عبالكم تعرفوا هلأ شو الصراع فعليا بس سمعوا بالقصر عن طابة الكل شو عم بصير شو قال جوني منير من قناة طابة الكل الكلام يلي قيل الرياض سلامي بيقول لما نسألوه برا انه انت شو قالوا ان قالوا لي قالوا لي شو قالوا دكتشيل دعم 15 مليار ما بق فيه يعني هو دي ما تبقى مما تبقى من أمويل الناس نقولوا هم تسرقون كيف بك تعملي بيقولوا انه طلبوا مني بيقولوا بصراحة طلب مني رئيس الجمهورية اني أصرف المصريات لأخر دولار كان الجواب انه المصرف المراسل الوحيد يلي هو معك بعض وبر يلي هو جي بي مورغان بيوقف تعاطي معك نعم تحكي عن 15 مليار يعني ينصرفوا لأخر دولار هك بيقول هيدا اللي طلبوا رئيس الجمهورية من حاكم مصرف لبنان رياض سلامي شو باي عندك 15 مليار صرفوهم صرفوهم من أموال الموضوعين اللي يخلص عهدي من بعد ما ينبط حشيش بس مش الحق عليكم حق اللي عن جد مراهن انه ممكن يكون فيكن زرة زرة بتشبه اي شيء انساني جوادكم هيدا تاريخ لبنان ارتهان للخارج ولحرية ولسيادة ولاستقلال هيدا التاريخ اللي بيعملوا فيه فحص تلميزنا هيدا إذا فساد المسؤولين خلالوا نوراق أزمة مثل أزمة شحة القرطصية بالدوائر الرسمية قادرة تأثر على مستقبل جيل بكامله فهالأزمة عم بتهدد الامتحانات الرسمية الكراس التلزيق الحبر ووراء الأكاتر لطباعة الأسئلة ما كانوا جهزين إلى أن قررت وزارة التربية تغطية جزء من أموال القرطصية من الجهات المنحة مثل البنك الدولي والجزء الثاني عن طريق عقد طراضي مع الجيش اللبنان ورق قرطصية ما فيه عنا حلين يا أما بدنا نحكي بلاد ما بين النهرين يعلمونا كيف كان يكتبوا اللغة المصمارية على الحجر يا أما بدنا نحكي المصريين يعلمونا كيف كان يكتبوا على البابيروس هيروغليفة أيام الفراعنة أو بنعمل كل الامتحانات شفاهيا ولا نعمل امتحانات صار بدنا نستعين كمان بالبنك الدولي لو حتى الامتحانات دولناها يعني هالبنك الدولي شو بدو يلحي لا يلحي علينا بس هيدا كله أكيد 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 ضمن الحرية والسيادة والاستقلال شحادين يا بلدنا قالوا عنا شحادين تلميزنا تبهدلوا ومثل أهلون شحادين شحادين يا بلدنا قالوا عنا شحادين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة